إذن تشهد منافذ صنعاء العاصمة تشديداً أمنياً كبيراً من قبل الحوثيين في محاولة لحماية آخر معاقلهم في اليمن حيث أعززوا تواجدهم في نقاط استراتيجية عدة سنلقي نظرة الآن في محاكاة الواقع هذا على ما هي هذه النقاط إحداها نقطة نقيل يسلح على المدخل الجنوبي الذي يربط صنعاء بعدة محافظات التعزيز أيضاً تواجد من الجهة الشمالية في نقطة الأزرقين التي تربط صنعاء بكل من محافظات عمران وحجة وسعدة ثم المنفذ الشرقي على الطريق الرابط بين صنعاء ومأرب وشبوى وحضر موت أما المنفذ الغربي الذي يقع في منطقة الصباحة فهو الخط الرابط بين صنعاء والحديدة وهناك عدد من المنافذ غير الرئيسة التي تربط مدينة صنعاء بمحيطها أبرزها منفذ خولان شرقاً وهمدان في الجهة الشمالية الغربية شملت إجراءات الميليشيات الانقلابية نشر قوات خاصة تابعة لها في هذه المناطق وإصدار تعليمات مشددة لمراقبة حركة الدخول والخروج من العاصمة إذ وجهت شركات النقل العمومي والوكالات السياحية برفع أسماء المسافرين من وإلى المدينة إلى نقاط التفتيش وذلك لمراقبة من يخرج من كوادر حزب المؤتمر المطلوبين وأتباع صالح ومن يدخل إلى المدينة وهو ما قد يشكل تهديداً لوضعهم هناك إذن هذا غير الخنادق طبعاً التي حفرتها الميليشيات على الضواحي الشرقية والشمالية لصنعاء ترجمة نانسي قنقر